اهلا بكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرور الجرس عشان يوصل لك كل جديد وده فيديو جديد وانا اسمق جويلي ويلا بننبدي النهاردة هتكلم عن كلمة مش مشهورة قوي لكن معناها مهم جدا وسهل جدا النهاردة هنتكلم عن كلمة شيف لاوفن الاول الكلمة دي مكونة من مقطعين شيف ولوفن شيف معناها حاجة ملتوية وحاجة يعني منحرفة شوية او حاجة ميلة ولوفن طبعا معناها يسير ويمشي وهكذا شيف لاوفن لو جينا نترجمها حرفي هنلاقي ان هي معناها ماشي بشكل معووج هو ده معناها بالضبط بس مش ماشي بقى بشكل معووج معناها ان الموضوع ده ماشي بشكل غلط يسير بشكل غير صحيح او ان فيه غلط في الموضوع شيف لاوفن هي هيها بالضبط شيف جيهن والاتنين معناهم يسير بشكل خاطئ وزي ما تعودنا في الفيديوهاتنا كلها لما بنيجي نتكلم عن اي مصطلح جديد او عن اي كلمة جديدة لازم نفصصها ومن اكتر الطرق اللي بتخلينا نحفظ كلمات كتيرة جدا هو لما نجيب كلمة واحدة ندور عن الزينيون بتاعه زينيون معناها الكلمات اللي بتسويها في المعنى طيب ايه الممكن تكون الكلمات اللي بتسوي شيف لاوفن من الكلمات القديمة بتاعتها اول كلمة فيا شلاجن ومعناها فشل مسجلوكن مسلينجن مسغاتن فيا شلاجن مسجلوكن مسلينجن مسغاتن الاربع كلمات دول معناهم فشلة واخفقة وبيساوي بالضبط شيف لاوفن او شيف جيهن اللي بيدو نفس المعنى معنى الفشل وكمان بيدو معنى جديد وهو ان الموضوع مشي بشكل غير صحيح خلينا ناخد بايشبيل علشان نفهم المعنى اكتر ما زي شيف جيهن ما زي شيف لاوفن معناها ما الخطأ الذي حدث يعني ايه الغلط اللي حصل ما زي شيف جيهن ما الخطأ ما زي شيف جيهن معناها كل حاجة مشت غلط كل شيء صار بشكل خاطئ كل شيء صار بشكل خاطئ بتساوي برضو بالزبط يعني كل حاجة مشت غلط او حدث خطأ في كل شيء او كل شيء صار بشكل غير صحيح يعني در ايضا يعني دائما ما تسوق او دائما ما تسير الاوضاع بشكل خاطئ لكن الان صارت بعد الاشياء بشكل خاطئ داخنون ليفن اينجا دينجا شيف داس اكسبرمنت استشيف جانجن داس اكسبرمنت استشيف جانجن يعني التجربة مشت بشكل خاطئ وكمان ممكن نترجمها ان حدث خطأ خلال التجربة وممكن تترجم بالمعنى الابسط خالص واللي احنا طلعنا منه زنونيوم هو معنى انه هو فشل يمكن نقول فشلة التجربة لكن هنا ترجمة فشلة التجربة هو اضعف ترجمة فيهم علشان المعنى الاصلي لشيف جيهن او شيف لاوفن هي ان حاجة بتصير ولكن بشكل خاطئ معناها الضمني ان طبعا اي حاجة بتصير بشكل خاطئ بتبقى فشلت لكن المعنى الادق نحنا نقول ان هي صارت بشكل خاطئ يعني حدث خطأ اثناء المشروع وانا بدور بقى ورا شيف جيهن وشيف لاوفن لقيت ان فيه كمان مصطلح قريب شوية منه ويعتبر كمان زيني نوم بس هو مش زيني نوم قوي بس نفس المعنى اسمه انس اوجة جيهن انس اوجة جيهن لاول مرة كده تشوف الكلمة دي قدامك عمرك ما هيجي في دماغك معناها اوجة معناها العين وجيهن يذهب في عين لكن هو معناها الضمني نهاية سيئة لو حاولت تدور على المصطلح ده هتلاقي البدايتنج بتاعه شيف جيهن داني بن جيهن داني بن جيهن داني بن جيهن معناها فشلة او سائد حالته ايه حتى كانن هلمان داني بن جيهن داني بن جيهن يعني انا بحاول ان انا مزعجش الدبابة علشان ده هيقدي لنهاية سيئة يعني ممكن كمان تترجم ان هيكون لها عواقب وخيمة وكمان انا لقيت في معنى كلمة انت او جيهن ان قموس الماني انجلش معناها باكفاير باكفاير معناها نتائج عكسية يعني هي كمان ممكن ما تجيش بس بمعنى نهاية سيئة لكن ده ممكن تختصر جملة ان الموضوع ده يكون لنتائج عكسية انك تقول انس او جيهن على فتراض ان احنا مش عارفين يعني ايه اصلا نتائج عكسية ومش عارفين نبني الجملة فاحنا عندنا مصطلح سهل جدا مكوم من كلمتين كلنا عارفينها سواء او جيهن بيدي نفس المعنى وهو معنى ان الوضع ده مثلا سيؤدي الى نتائج عكسية بايش بيل زاين بلانستجوت ابا ايقانتها انس او جيهن زاين بلانستجوت ابا ايقانتها انس او جيهن يعني والله يخطته كويسة لكن ممكن يكون لها نتائج عكسية زاين بلانستجوت ابا ايقانتها انس او جيهن بس كده وكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا وياريت تسيبونا رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وياريت تحاولوا تطبقوا المعلومات اللي اخدناها مع بعض النهاردة وتحاولوا تبنوا كده جمل من خيالكم على كلمة نهاية سيئة او نتائج عكسية او حتى جمل بسيطة معناها ان الامر صار بشكل عكسي او بشكل غير صحيح وتسيبوهن في تعليقات الفيديو واحنا نرجعها معاكم شكرا لكم واشوفكم في فيديو قديد اشتركوا في القناة